السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة اذا في هذا الفيديو سنوضح مع ذكرته وزارة التربية الوطنية حيث تنفي قرار السبت وتطالب استئناف الدراسة عن بود اذا اللي اول مرة كيشوف القناة يضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد منها اذا قناة الفيزياء ببساطة فهي قناة بطبيع الحال كنوضح لكم اي جديد عنده علاقة بتعليم بالاضافة الى شرح مادة الفيزياء والرياضيات اذا كما لاحظوا في العنون كما ذكرت فالوزارة تنفي قرار السبت بزاف دي الناس كانوا كيسمعوا السبت اليوم ما دي يقولوا شي خبار اليوم ما دي هادروا على هذا فتناقلت العديد من الصفحات امكانية الافراج عن خبر استثنائي اليوم السبت يتعلق اساسا بمستقبل السنة الدراسية وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا مطالبة المتعلمين بالانكباب على تحصيل الدراسة اذا الوزارة كتنفي هاد الكلام هاد الاشاعات خصوصا اليوم السبت اللي اصلا هدرت عليه في واحد الفيديو سابق ولكن في القناة كتلكم او الدراسة ما كان شي حاجة رسمية بخصوص يوم السبت بزاف دي الكلام تلفانين يتسنون اليوم بالعشية الى الجواب اعطيته لكم هنا وحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية فلا وجود نهائيا لقرار سيتخذ اليوم السبت مشيرة الى انه يجب مباشرة الدراسة الدراسة عن بعد ستكون يوم الاثنين تفقين يوم الاثنين سيتم بدء دروس عن بعد سواء في القنوات التلفزيونية او جميع التلام الخاصة يبدو دراسة عن بعد ولا مجال لنشر الاشاعات من اجل خلخلة السير العام للدراسة او العملية التعليمية تعلمية الموضوع كامل ان السبتر الماكين حاولوا انكم تكونسنتروا على الامتحانات الناس اللي عنده امتحان جهوي ووطني تكونسنتروا وبدو خدموا لامتحانات النماذج السابقة حاولوا ما امكان مدقوش تفكروا وش ينقصوا هالدروس وش يدروا هذي وش يدروا هذي ركزوا على الاقل لك شي لقريتو كنصحة مني ركزوا على ذك شي لقريتو سيروا خدموا بعدها تكونوا مني ركزوا على الامتحانات السابقة لبقتي اللي قريتو 75 أو 60 فالمية اللي قريتو في الدورة اللي والثانية بنسبة الناس اللي عنده وطني ولي عنده الجهوي دي اللولة باك الدورة اللي والثانية من الالتالتة اعداد حاولوا ما امكان انكم تراجعوا الاقل لك شي قريته في الدورة الثانية متفقين؟ اذا انا انا اتمنى انكم تكونوا استفتو من هذا الخبر وريحتوا رجزكم منها بزرد ورحبت الناس اللي تنوى حتى نقود الناس اللي لا تنفيذ ولي عندهم بطبيع الحال شي سؤال راك تارو التعليقات راك نحاول نجمعوه ما دي ندروح الفيديو انشاء الله نشرا ان نوضح بزاف دي الامور فواح الفيديو ونجوب على مجموعة من التعليقات بطبيع الحال اذا انا اتشي اللي كان في هذا الفيديو كانتمنى انكم تكونوا استفتو وموعدنا في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته